كositورية هل تعلم؟ السلام عليكم يا أصدقائي مرحبا بكم في برنامج هل تعلم؟ سنضرح عليك عشرة أسئلة عليك الإجابة على كل سؤال في مهلة قدرها 15 ثانية موضوع اليوم ثقافة عامة السؤال الأول شيء يظهر في القرن مرة وفي الدقيقة مرتين ولا يظهر بالساعة الدب الأبيض حرف القاف الديناصور النجوم تبقى خمس ثوانا انتهى الوقت عليك أن تجيب لقد اخترت حرف القاف هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معاً نعم إنه صحيح السؤال الثاني مع أي نوع من الطيور تحدث سيدنا سليمان؟ الببغاء الببغاء الهدهد البومة النسر تبقى خمس ثواناً انتهى الوقت عليك أن تجيب لقد اخترت الهدهد لقد اخترت الهدهد هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معاً نعم إنه الهدهد السؤال الثالث في أي بلد يعيش حيوان الكنغر؟ الولايات المتحدة الصين جنوب أفريقيا أستراليا أستراليا تبقى خمس ثواناً انتهى الوقت عليك أن تجيب لقد اخترت أستراليا هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معاً نعم إنه صحيح السؤال الرابع ما هو أطول نهراً في العالم؟ نهر الأمازون نهر النيل نهر المسيسبي نهر الفرات نهر النيل تبقى خمس ثواناً تبقى خمس ثواناً انتهى الوقت عليك أن تجيب نهر النيل هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معاً نعم إنه صحيح السؤال الخامس ما هو الشيء الذي يقدر على حمل سفينة ولا يمكنه حمل مصمار؟ السحاب الحديد البحر الهواء الهواء تبقى خمس ثواناً انتهى الوقت عليك أن تجيب البحر هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معاً نعم جواب جيد نعم جواب جيد الهواء الأرض الزهرة المريخ المريخ عطارت هل هو ليلة في الم Robin عطارت هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معاً عطارد نعم جواب جيد السؤال السابع ما هو الذهب الذي يطلق عليه الذهب الأسود؟ البترول الفضة الألماس الذهب الخالص تبقى خمس ثواناً انتهى الوقت عليك أن تجيب البترول هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معاً البترول البترول نعم جواب جيد السؤال الثامن أي حيواناً عظامه من الخارج ولحمه من الداخل؟ التمساح الأرنب السلحفا البطة 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 تبقى خمس ثواناً انتهى الوقت عليك أن تجيب السلحفات هل هي الجواب الصحيح؟ هيا نرى معاً السلحفات؟ نعم جواب جيد نعم جواب جيد السؤال التاسع ما هي أكبر قارة في العالم؟ أفريقيا أستراليا أوروبا أسيا تبقى خمس ثواناً أسيا تبقى خمس ثواناً أشعر أفريقيا انتهى الوقت عليك أن تجيب آسيا هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معاً نعم جواب جيد السؤال الأخير ما هو الشيء الذي إذا ندره بحث الناس عنه وإذا حضر هربوا منه المطر الماء الصوت الراعت تبقى خمس ثواناً انتهى الوقت عليك أن تجيب لقد اخترت المطر هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معاً نعم جواب جيد أحسنت يا بطل لقد أجبت على كل الأسئلة ببراعة أشكركم على حسن المتابعة يا أصدقائي أراكم في حلقة قادمة إن شاء الله نراكم قريباً إلى اللقاء يا أصدقاء إلى اللقاء شكراً لكم شكراً لكم لتنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك وضغط زر الجرس ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر